موسيقى اهلا وسهلا مرحبا بكم من الناس الكل انتم تتبعوا في ديكليك برنامج النجاحات التونسية ان شاء الله يربي تكونوا عديدوا ويكند مزيين ان شاء الله تكونوا في صحة وفي فورما وتتبعوا معنا ديكليك اللي حبي يكون حاضر بحثينا يجي يحكينا على النجاحات وإلا عنده اختراع وإلا عنده تظاهرات يحب يحكي عليها مرحبا بيه يتصل بينا على باج الفيسبوك متاعنا ديكليك اول ضيفة حاضرة بحثي اليوم عندها مشروع هكاية امبو سبيسيال هاو بشنا فهمو شنها خصوصيات وشنها اهميتو دونك حبي راحب بيناس علي بعثت مشروع تربية دود القبيبي يهلا وسهلا مرحبا بيك سيما وبيك عايشك نوارت يا هلا عايشك شكرا على الدعوة شكرا على الدعوة شكرا نتعرف عليك ايناس علي بعثت مشروع تربية الحشرات تحديدا شركة اسمها بيتا دود احنا نربيو الفيردوفارين دود القبيبي على خاطر فيها قيمة غذائية عالية وفكرة المشروع انطلقت من مشاكل حبينا نحاولو نحلوها كما الدوماند معناها الطلب المتزايد على البروتين واللي في بعض الاحيان نظهر ان نقطع الغابات في العالم بيش نوفروا مراعي بيش نوفروا البروتين يعني نسبو في كارثة طبيعية والاسمدة الكيميائية اللي في الاخر ترجع بالمذارة علينا نحن والمشكلة الثالث اللي فما معامل عندها ديشي ديشي وكي نقول ديشي راو في حالة معينة الدودة هذية تجمد كونسومية معناها نحن دقيقة برك قبل ما نتعديه احنا للدودة هذية واهميتها ونشوف وما شبزين هالدودة كنت راوية جميع دونك نحب نفهم انت نتعرف عليك انت شخصيا شنو قريت شنو تحكير متاعك شنو اللي عملت وبعد دوا نتعديه ونفهمه عليش بالضبط هالدودة هذية وزيدة قبلها نحب نعرف شنو حكي تربية الحشرات عليش مشينا لتربية الحشرات خلينا تعرف عليك انت مادم إيناس اسبي إيناس عليها متحصل على شهد التقنيسة من صناعة تقليدية من المعهد الملنيزات نابل لكن شهد هذهك ما قريتش مخدمتش بها طول دخلت في النخدم قلت على اساس اني بش ندبر مصروف نوك بالزهر انت دخلت للشركة هذية ما دخلتش معنتها خاطر انت عملت باركورو طويل وبعيد تماما على الفلاحة واضح وتكويني بالاساس ما كانش في الفلاحة وديما في مخي قالي انا لازمني نعمل بروجي نحب نعمل حاجة متاعي انا في اللاخر شنو بش تكون بش تكون في حاجة نحبها في الغرامة اللي نحبه انا والغرامة متاعك فلاح فلاحة حيوانات نباتات واضح حشرات ياخي اللاخر وصلنا للحشرات الحشرات اش مهزك ليهم توكي تقولي ان حاب نعمل فلاحة نقول مثلا بش تربي يران بش تربي بكرر بش تعمل مع زيت بش تعمل أحليب بش تعمل نعرف شنو الفلاحة فلاحة هذي كان الأشجار والدنيا وكل اما حشرات اصلا الفكرة شكويني جيت رأسك احنا في الاصل فلاحة معناه واينا مغرومة بالعصافر كنت الربي في العصافر ونقول شنو بش نعمل لازمني نعمل حاجة أخرى الفكرة انو مشيت اني بش نربي الجيش اني بش نعمل فقاسة ونربي الجيش كونتيتي صغيرة بش نعاون بها روحي الحقيقة مش كفاكة مشبوعة بش بيه السورس متى بروتيين اينا معناه اينا اينا دخلت في الجروبيت قلت خليني نشوف القطاع هذي شنية المشكلة متاع شنو الحاجة لي بش تخليني ننجح ولا بش تخليني نفشل بش نخدم عليها قبل ما ننصرف فلوسي خطريني عملت برشة مشاريع قبل وكانت مش مدروسة نلقى اكثر التشكيات اللي هي العالفة العالفة يا اما مش موجودة في الفترة هذيك كانت العالفة مفقودة مش موجودة وإلا الجودة متاحة معات كي مقبل معناها طاحت الجودة متاحة الكاليتين متاحة وسبب هو السوجة اللي هي سوجة بروتيين اللي موجودة في العالفة قبل كنا نستوردو فيها من اوكرانيا ومن اللي صارت الحرب معناها فما مشاكل في الاستيرادة متاحة هنا معناها لازمني أنا نصنع عالفتي وحدي ونوفر سورس بروتيين شنو سورس شنو ينجم يكون اللي هو دود القبابي بدأت بلعبة هي مش ناخش ويا دودات نربيهم للعصافر متاعي موجود 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 احنا في تونس هنا كل شي موجود تهبت ببليكاسيون تقول راني حاشي بكل حاجة ذيك تلقى اسم دود القبابي انتي معنات عملت اسألنا سألنا تعفوين حب نوصل بيك هي أحسن سورس بروتيين للجيج اللي بشرابيه دونك فنالما لقيته في الدود هذي واللي هو اسمه دود القبابي معنات دذيك علش انتي فيتلاوج عليه مني نجم يجيبوه اي اي فلا جبني على اساس بش نوفروا سورس بروتيين للحيوانات كي ما قلت لك للعصافر والجيج اللي بشرابيه مخطيت كنتي صغيرة وقلت خليني نشوف نجرب روحي خاطر انا في العادة خامفوسة في الدار معناهما اي نجوم حمودة ماشاء الله معناتها اقتراحاتها الجميلة مخرجة العزيزة مرسي نجوم قاتل يخذوا عندك الدود يخذوا عندك الدود ما في حد شيء بالعكس له حاجة به على الاخر احنا نرمال نستعدوا معناتها باللاستيكو نستعدوا بحاجات اخرى كشيتان وكل دونك عادي نجوم نشدوه دود القبابي وهنا مجفف هو الدود تحسوا قلت خليني نجرب خذيت كونتيتية صغيرة وبديت نتبع شنو لازم نعمل شنو ما لازم نعمل نقا دود نظيف برشا ماهوشي كي ما تصور برش عبادي يكل الديشي الديشي اللي هو سخ متعفن ولا حاجة يكل حاجة نظيفة في كونديسيون معينة في تمبراتور معينة يفسر همنا بالنسبة للعباد اللي توت خمم تحب بتاخد دود القبابي كيفاش معتقدش من دود من دودة ولا قداش من جرام من عاشنا يتحسب بيش هذي شنو يا يكل وينتقدش التمبراتور بالنسبة للتمبراتور هي لازم من المستحسن انها تكون بين ستة وعشرين وثلاثين داكور اندواء يميد الاميدة من ستين اللي ديال هي ستين وليزم الله وخاصة فما دي زباري معينين دوكم يعطيونا معانتها اللي كونديسيون اللي موجودين فالبلاسة اللي رابيو فيها لحقيقة راي تربيت دود القبابي بما هي سهلة كما يروج البعض انا بديت التربية عندي عامي ويمكن في العامين ايضو ما يمكن خمسة مرات نرجع مسفر ونبدأ مسفر يموتوا الدودات يموتوا على خاطر اذا ما توفروا الهمش لكليما اللي قلت عليه راهم يموتوا في السخانة ديهم سخانة قوية راهم يموتوا تخسر كل شيء اي سامحني احنا التمبراتور متاعنا مشاء الله في تونس تقنصنا اصلا مش مفهوم لاننا في روحي شنلبس لا في روحي وقت شنشبتي لوقتها نصيف كيفاش مع الدود معناتها تحافس بالنعاش تحطهم في حاجة وتبدأ تدور بيهم بلاصة لبلاصة تسخن عليهم الدنيا تتنقلهم البيت تخرى شو تعمل بالضبط عندها بيت سبيسيال كليماتيزي معناها موفرين لهم كل شيء وسائل الراحة والرفاهية التابة عايشة الدود ويأكلوا زيدة يأكلوا ميكلة نظيفة حاليا ماكل فيهم في العلفة وهذه الكل عليش على خاطر القيمة الغذائية متاحها معالية برشة حسب الأبحاث اللي سهرت البره اللي هي تعادل الحم البقري ونسبة البروتينتنا جمتوس لـ 65% ماشاء الله قدرش الميت جرام الدود 30 دينار 25 دينار الله الله عندي بيبليك ماشاء الله بعضيك كل واحد فيكم بيش يعطيني رايوا عدود دونك حفنا دود ديبلي 65 من 50 الـ 65% بروتين غير اللي فيها ديزا سيداميني فيه لوميغا تروال وميغا سيس فيه الكالسيوم فيه الزينك فيه البوتاسيوم ماشاء الله ماشاء الله واو تحتحسوا ياسم بالقيمة الغذائية متاع ولا بنينا الدود عرفت حاجة يكلوه البشر يعني فما عبيد تحب تاكل تجي تقول كي نشاركو في المعارض مثلا يجي وعبيد يقول ورانا نحبو نذوقو نحبو نجربو نحبو نجربو نذوقتو نذوقتو نوتر ما يقلقاش ودجال برره فيه كتجرميشها لكوستيون فما تخشخشها بالضبط احنا توا عاملين طريقة متاع تشفيف معناها اللي هي وصلنا لأحسن طريقة متاع تشفيف باش نوصلوا للتقرميشة هذيك واللون هذيك اللون الصفر الذهبي الببريك تحبو تذوقو شوية شوية لتقرميشها هاي هيدا هو دوك فما عليه اقبال تحسوا مع انت من الناس حاليا من القبال القليل احنا مازلنا شريكة ناش او مازلت مع الناس حتى ثلاثة شهر من اللي بدينا ودجا مازل حتى الماتيريال ما هوش كامل جوست احنا جيتنا فرصة باش نشاركو في المعارض و جيتنا الدعوة منكم منتوما فرصة هذي باش نعارفو بالمنتو جيتم تاعنا ونخدمو معناه التستي العباد لبرودويم تاعنا واحنا نقدمو في البرودوكسيون خلينا من العباد قلت اللي فما شكوين بالحق يحب يجرب وقالوا ممكن طوى نهار اخر أما طوى العالفة بالنسبة للحيوانات شنو يفيد الدود الدجاجة كهو اللي نجمو ييكلوه أي نوع من أنواع الحيوانات فالنجم نرحيه أنا ونعطيه من عرش أنا للأراني بنعطيه للعليل شنعطيها وين نجم نستعمل وليش كون نجم نعطيه من الحيوانات بالدرجة الأولى للعصافر الفكارين اللي هامستر زواحف قوارض عصافر الدجاج فما أبحاث قاعدة تصير إنها القطاطس والكليب زي دا يدخل في الكروكايت تمتع القطاطس والكليب أبقار الجيج أبقاروا عليه شمزي الحقيقة ما فماش معه ما جربتوش مزي التجربة نعم مزي داكور ما هو يتماشى ما علي قوتلك عليهم هذو ما الجيج عصافر كلب وقطاطس بي انتي كي بديت وقلت قدش من المشروع انتي تعديت بي خسرت فيه أوكي دونك توادي سيدي بيش تخدم الدود هذي عملت اتود دو بيش تارف روحك على شنوة قادمة شوفت اتود دو مرشي معنتها شكون هم الكنكورن اللي موجودين معاك في السوق هاو فاما نرس لانسي تقبل عملت كليانتيل رجع فيدباك به بيش انتي تنجم بعض تحارب وتضرب على الماركة بتاعك وبيش تتميز برابور الكنكورن اللي موجودين الحقيقة راح لبديت فورمسيون سيفي وبعدي في تربيت الدود اي انتي تقترح البروجي اللي تحب علي ما فاماش حتى يعني مش سبيسياليزي للدود تربيت الدود بيش يعلموكم لا انتي بش قراني عندي البروجي كذي بيش هم يقولوا اعمل حسابك في كل حاجة هذي اعمل حسابك في الدراسة متع المشروع مبعدي كما انطلقت مع مركز اعمال زغوين ومبعدي كجيتني الفرصة شاركت في بروغرام إليف سليانا وكان بروغرام هو بالحق اللي حطني على ثني يعلمني كيفاش نتكلم على البروجي كيفاش ندفع لي كيفاش نعمل بيتش قدام دي جوري بش ناخ دي فون بش يعاونوني شاركة زادة في معالا بيا زادة ربحنا منحة معالا بيا كما مع إليف سليانا واخيرا الاهم منحة هي مع تنمية الجهة التنبيه العامة السجيدير مع المندوبية العامة لتنمية الجهوية اللي هي حبش تحللنا أفاق إنه ناخذ المتريال كل اللازم ونلانسي والبروجي التربية الدود القبابية هذي اوكي هذي كل ما تفهمين فيه تشجيعات ودي فورماشن عامة الفورماشن متاع تربية الدود اني كيفاش نقف عليه وين نحطه تعطيني دودات معنتها في يدي قدامي نشوفهم كيفاش يرعا ولا شنو نوكلهم هذي عملتش فيه فورماشن ولا واحدك جربتها هذي اجتهات شخصية إنك تعمل ديروش هيرش وتشوف البروين وين وصلوا إنك تحكي مع عباد من العراق من مصر من الجزائر سيبقينك في الدومان هذي إنك تجرب وتغلط الغلطة وتعود من الجيب وكل ما عادش نعودها هذيك ونرد بالي في الحكاية هذيك وتعود شنو الأمر طوى إن شاء الله لابس إن شاء الله لابس بيتطورناشي شوية فيسع يولد الدود هذي أحكي لي على الغنطابيلي تم تاعو معنتها معنتها كي تجيبو يستهلك برشا ماكلا شنو ياكل إكزاكتونا قادش لسنين نصرف عليه وقتاش يولد ولا يتكاثر وكل ووقتاش النجم معنتها نستغلو في أناه ووقتي يكون أحسن للاستغلال متاعو إسكي لي إن شاء الله إن شاء الله بي الدود هذي هو في الظروف الطبيعية معناه في الطبيعة السيكل متاعو يقعد 6 شهر لكن انت كي بيش توافر له ظروف اللي حكينا عليهم البريود تتقلص من ثلاثة شهر ونص تنقلو ماكس أربعة شهر بي الدود هذي لا ما فهمت السيكل دو في تحكي علي السيكل دو في متاحها في الطبيعة ستشهور لكن انت كي بيش توافر لها لكونديسيون مالي تفضور يقصار بعد أنت تولي في ساعة في ساعة واضح دودة هذي ناخذوها دودة من بعد تتحول الشرنقة الشرنقة هذي تخرج منها خمفوسة الخمفوسة هذي تتزاوج وتبيض والبيضة ذي يخرج منه دود والسيكل يقعد يتعاوض بالنسبة للكو احنا عليش عليش البرة بدأو يشجع المشروع على خاطر كما قلنا سورس يعاوض الحام البقري والكونسوميسيون متعلمي الاستهلكم متعلمي أقل برشة الدجاجمون دو جازائف دو سير أقل برشة الكونسوميسيون متع الماتير بروميير الهالفة معناها أقل برشة هذي كاليش معناها يحافظ على البيئة ويكون معناها سورس دو برتي بي على شنو جربتو على صفر على الجيش على أي حيوانة الحيوانة اللي سميتهم بعد التجربة شنو لاحظنا ما إحنا نجرب وشفان كونستان بعد بطبيعة أقبال شنو لاحظنا لاحظنا اللي هوم يشيخوا عليه يحبلوا بالحق يشيخوا علي أنا نقول لهم لعباتك يجي من المعرض نقول لهم ريت أنتك تروح الولدك بشوكولاتة يفرح بي ويشيخ هو المرة لولة الدود ما يعرف هاي شخص انتي حاطوه في قفص لكن بعديك تعطيه المرة لولة تعطيه المرة ثانية صاييرا الدودة صاييرا بشيها بشي يجري يبدو يتعاركوا عليها فهم وهي بش تنفع مثلا العصافر جيهم بريود بريود ستريس معنا يبدلوا فيها الريش العصفور يتقزم هذي يتقوي يتخليه يبدل الريش في ساعة في ساعة وتعطيه لمعه وحتى العظمة متاعه ومعادش يجي فارغ ساعات اللي ربيوا في العصافر يتقلقوا اللي العظمة فارغة وما تخرش منها العصفور هذي يتقوي في الأخصاب تقوي في النمو وتقوي في الإنتاج هاي بيهي قديش يتبيع بالمئة جرام كيفاش مئة جرام أربعين جرام كل واحد كيفاش يبيع كل واحد كيفاش والبرودو الثاني زيدا عنده نفس الأهمية كما الدوت اللي هو الدشين متاع الدوت الفضلات متاحهم والقشرة متاحهم سيتان فرتليزون ناتوريل ريش قولنا معناها ريش بالمواد الغذائية اللي تستحقوا مننا بتاع أزود فوسفور بوتاسيوم فيه والقشرة متاع الدوت باش تتميز انها تخلي الطربة تحافظ على الماء أكثر وقت معناها احنا طوال مش نعاولوا الطربة باش تحارب الجفاف دود مكش تاخذ فيه تربيه فيه جسد مش تتعرف بيه الحيوانات اللي عندك العصافر والجيش أما تصنع منه حاجات أخرى تفيد النباتات نباتات ونحافظه على التربة وعلى الأرض ما نستعملوش مواد كيميائية نولي نعاوضوها بحاجة طبيعية وسهل في الاستعمال تسميط طبيعية به دود حاجة مهمة تحسوا حاجة بيه قد ندخل فيها معناتها للثقافة متاع متاع تونسي واللعبات اللي بجنابنا والناس اللي بشي جي كيف هي التسويق خمامتا على التسويق كيفاش بشتقناع الناس بيه كيفاش بشترواج له معناه سهل انك ترواج له مش سهل ومش طيب ما تقول لهم هو احنا مزلنا كيف دينا معناه التسويق وقلت لك على اساس تجربة مش معناها بلانسينا معناتها اي مو كل جاي يبدأ بشير شوية وراه تلقى عبيد دي جات لو جعلي كنا بدأ ندور مثلا بالحكة هذي كا انتي عندك دودة وقديش كذا وكذا فما عبيد تعرفه فما عبيد تبدأ تحكيله وتحكيله وتحكيله يقولك ليه أنا ناخه زيوان ولا ناخه حاجة أخرى خير لي وأرخص لي ايه اما القيمة الغذائية متاع الزيوان فما شكون يقولك نعطي اللوز نعطي العسل نعطي الأكل شو يبقى ديمة ليه القيمة الغذائية متاع البروتين الحيواني ما هيش قيمة الغذائية متاع البروتين نباتي البروتين نباتي باللي بش تعطي راهي ماكس 35% 37% لكن الدودة توصل 65% ودجاه هو العصفور راهو يكل كما يكل القمح والشعير والحبوب هذا كمراه لازم يكل الدود احنا نحطوه في قفص ونفرض عليه معناه تغذية معينة وحتى في الناتور انتك تجي يتوف بالحاق الجيج وقتا اللي يبدأ يدور ويأخذ في المرأة يحفر يبساقيه ويلوج الدودة هذيك كتويلة الدودة يكلها وتبقى ديمة الجيج العربي بنها أكثر من الجيج على خطك للدود خطر عيشة في الطبيعة هذيك هي طبيعتها به سوري وعربي الجيج أي نوع من أنواع ديور يكلوا الدود عادي فيها باتسوسي انت ما تعملش معنتها كيف ما هكي مثلا ما تعطيش حاجات للتسويق يعني حاجات قراتويت يجربها للفلاح ولا مربي العصافر ولا طيور قلوا جربها حتى على عصفور واحد ولا على جيجة واحدة إما تبعدها على صحباتها وكلها يا أخوي الدود ونشوفه هذي حاجة من حاجات إن شاء الله إن شاء الله نحنا جربنا معاني على العصافر متاعي أنا والنتيجة واضحة فمشكون زيدا جربوه والنتيجة واضحة لو العصافر متاعك متفاهمين فيهم ماذاية أنت حاجة من نجلي كما بلي بشتحكي راه ومينجمش يأمنوا على قد ما يأمنوا التجربة هذيك علش معاني كي مانعش نتنجم مانعش نوت أي مش كما واحد يحكم على الحاجة من عن تجربته شخصية مش كما يسمعين جم يصدق ما عندكش كليونات مثلا لذي متاعهم اللي يجربو هذيك اللي تسوق بيها مزلنا كيسوقنا في المعرض اللي يمت اللي فاتت كنا موجودين في السياد توقنا مزلنا نستنعوا في الردود متاعهم أما كريم التفي ويحبي يعرف قل كتبيع للصيادة يستعد السيد دونك الحوت دونك يتباع ذي للصيادة ولا لا احنا كنا عملوا روشيرش نقاهم البرا يستعدوا بيها دي جا يعملوا حقوق سبيسيالي بعدود حي أنا شخصيا ما جربتوش هذيك علش ساعات نبدأ نلوج في صيادة ونم روحها ها موجودين ما شاء الله تبركال أنا نوفرهم كمية موجودين للصيادة دونك تويها نيوك عليها الحق هذيك لا مش هذيك هذيك شايح هما نوفرهم كمية الحي معنا الحي أي يجربوهم يقولوا لنا رأيهم بي اوكي واضح سينو مع انت مشاريعك المستقبلية ان شاء الله هذي فهمنا هاك قاعدة تجربو وتحاول انك تعرف احنا مازلنا في الفاز انتع نوتوريتي بغيتيلتا ومازلنا قاعدين نعرفو بالمنتوج متاعنا وبالشركة جديدة متاعنا عاتيني لبخوجي مع تعالى قدش من ستيب محظرة روحك على قدام شو قدش من خطوة نوية ان شاء الله نعملوها ان شاء الله دي ما بش نتورو بش نعملو منتوجات جديدة بعد الدود كي نشيحوه نجمو نخرجو منو زيت نجمو نخرجو منو فارين دانسيكت ونخمو فيه بردويت جديدة ان شاء الله نخرجو منو زيت شو نعملو بيه الزيت الزيت هذي تختلف في الاستعمالات بتاعه شعر فما شكون يقول لك المواد التجميل والشعر يا حبيبي وفما شكون يقول لك لا مش لا ايضا يعني متعدد الاستعمالات دكار واضح إلى اللي أعطيك الصحة عايش شكرا 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 على حضورك بحضينا اليوم مادم إيناس عليها بعثت مشروع تربية الدود القبابي ان شاء الله يرقى نجاح كبير يا ربي وان شاء الله تعمل كونكورنس كبيرة في تونس وليو برشة زادة يسنعو الدود وفما انواع هكا واحد ينجم يدلل ويختار من بعض شكرا على حضورك بحضينا عايش شكرا نتعدي ونشوفو سبوت وراجعين فاضح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم نذكركم اللي يحب يكون حاضر بحضينا يتصل بنا على باج الفيسبوك امتعنا ديكليك ويقولنا على شنو يحب يحكي شنو البروجيت يحب يحكي عليه تظاهر مؤتمرات اختراعات مرحبا بكم الناس لكل بحضينا وسعيدة باستقبل دكتور هشام الزيدي هو فونداتور الجماعية التونسية للطب العام والعائلي ومؤسس الجماعية الافريقية للتونسية رئيس مؤسس الجماعية التونسية للطب العام والعائلية اهلا وسهلا ومرحب بيك ربي فضلك مارسي على حضورك بحضينا يعطيك صحة دكتورنا نبدأ ساعة نعرف بالجماعية التونسية للطب العام والعائلية هي الجماعية التونسية للطب العام والعائلة الفكرة انطلقت في 2016 مجموعة صغيرة متاع التبين بعد كبرنا ممثلين على كل الولايات تقريبا وقمنا بتأسيس الجماعية هذه وقمنا بالمؤتمر الولاني لأهداف متاحها الرئيسية أهداف رئيسية هو التكوين التبي المستمر وإيصال المعلومة للأطباء العامين في القطاع العام والقطاع العاص الخاص في كامل الجمهورية وبعد المساهمة في تكوين الدليل الممارسة الرشيدة في التب معناها مع الجمعيات العلمية الأخرى ومع المؤسسات كما مؤسس الاعتماد دينا سانتي وبينسور بدعم من وزارة السحة والحاجة الثالثة هو باش نحيوك الفجوة الموجودة بين الخطوط الأولى والثانية والثالثة باش نقص الضغط على المستشفيات ونحسنه من الأداء متاع الطبيب العام الخطوط الأولى اللي تقصد بها أنت المستوصفات وإلا الهاتف الخط الأول هو يضم كل الأطباء العامين والمسديين الخدمات الأولى معناها الباب الولاني اللي يطقوا المريض وقت اللي جاي كامل بيانشور المستوصفات تابعيننا أخواتنا اللي يخدموا في المستوصفات وفي المستشفيات الجهوية والكل وبعد الإشعاع على مستوى إقليمي ودولي مستوى إقليمي معناها أخواتنا في تزاي والمغرب والليه ومنا وفينا ديما يحضروا معنا وكتشوف عمنا الجامعية الفيدرالية الأفريقية اللي تب العام وطب العائلة اللي فيها خمساش من بلد أفريقي وذي مكسب التونس سنة الدورة السابعة عملتوا مؤتمر الجامعية عملت مؤتمر مؤتمر نجح بالقبيل اللي هو فخر لكل تبيب والكل تبيب عام في القطاع العام والقطاع الخاص نعود واللي هو الأعداد الدول برشا أحنا في العام السابعة معناها الدورة السابعة دونك استمرارية دونك إن شاء الله شون فيها الأديسيون هذية الخاص بالنسبة الحاجة تتميز به بالنسبة للأعداد اللي سابقت فيها برشا حويج أول حاجة كانت حب نعمل قراءة بتاع أعداد العداد هي فيها إحاءات وتفسير برشا حويج قلت لك الدورة السابعة دونك فما الماتوريتي فما درجة رشد وصلنا للفريق هذية كامل خاطر أشوف عمل المتاع فريق متكامل وحتى الأعضاء اللي يخرجوا خاطر كل عامين يتبدل اشتر المكتب البيرو الكل هم حاضرين نعرف خمسة رؤساء الأولين من المستير الثاني من تونس الثالث من سفيقس الرابع من سوسة ونعرف حتى الخامس المستقبل هم من قسرين كانت التكوين والمعلومات وكل تصير على كما كل شيء تصير على الكوت على الساحل خاطر فما الأربع كليات تونس سوسة مستيري سفيقس والوسط الغربي الشرقي الغربي يا ربي والشمال الغربي والجنوب الغربي كانوا فيه إقصاء كامل احنا توامعانا أعظام منهم حتى توفى الانتخابات الخرانية اللي صارت المرة هذية فمعناها برشة أعظام من سليينة فم تلاقع أفكار فم مساهمة المعلومة والتي تتوسر وقت المؤتمرات وبعدها كان يلا بخباج وقت اللي يروح لكل واحد يرجع للمدينة بتاعه احنا عنا مؤتمر يصير كل عام قطة كذلك السابع وعنا مجهود على طول السنة يصير في الجهات فما في القسرين فما في القروين تكوين طبي المستمر معناها هو الطب هو علم متحرك معناها اليوم تجم تكتب دواء غدوة مملوعة ولا غدوة زيد ولا نقص ولا حاجة وقالة مقاوة اللي هو عند تأثيرات خائبة ببادلوه بحاجة أخرى هذو ما اللي يسميهم هما الدليل الممارسة الرشيدة معناها يعطيك خط كامل اللي هو باركور دوسون ومثلا كي يجيك المريض عنده الحاجة الفينية شنو اللي تعملوه شنو اللي ما تعملوه وقتاش تبعثوا للطب الاختصاص شنو الفحوصات اللي تطلبهم لهذا الكلو مقنن خط فما تقول دراسات اللي هو الطب مبني على التجربة كما قلت أنت معادش واحد يجي في الكابيني ويقول لنا حسب رأي معادش حسب رأي فما دراسات تصير عالم لين العباد ويأخذوا منها القرارات المناسبة ويعاودوا يعملوا دراسات آخرين باش يصلحوا ولكل نحن دي الدور المتاعنا أنه نقرب خاصة أنت وكتعرف التليميديسين والأي آي معناها الانتليجنس الارتفيسيال ويحنا نقول قاعدين ان بروفيت من هذا جزا ما كيفاش الدخل دخلتوا لأي آي في ال اي بيانشور في التجربة متياكم في فرماسيون متياكم واحكي لي كيفاش الإكسبرينس كيفاش عمالت مش نقول لك احنا مثلا توسنا الحويج الليكسبروال كبير هو في العادية تقول لك هنا الفين مشارك اكبر مؤتمر في تونس ونجم قوله حتى في إفريقيا اربع كليات طب هو اللي يعطيك انكخيدي بيديتي يعطيك انوتوهيتي مصدقية تولي انت عندك مصدقية متاع اربع كليات طب وزارة الصحة ونشكره سيد الوزير لسيد بلاسي وعبر على امتنينه وعلى اعتباره الخط الأول الخط الأول وحاجة مهمة برشا احنا في تونس منعرفوش قيمتها راه بالنسبة لنا انا دي ما نقولها راه والطبيب العام في تونس ما هوش ياخو في البلاسة متاع وانا جوسفي كنتخ انو منعاش مريض في عوض يمشي مكش قاري انتي طب باش ناجم تعرف انتي روحك شنو اللي يوجع فيك ناجم تقول اي قلبي يوجع فيه وليو تمشي التبيب مختص في القلب تمشي الميتسان جنيراليست بلكش تلاح حاجة أخرى غلطة جملة واحدة انتي ما تعرفيش تربح وقتك وتربح صحتك خاطر فما يناجموا فيسا فيسا يلفو تخيط قبل ما تتعكر الحالة دونك هو مشال عليك عنا دو بوان كومان زوز ما نحبوش الدود ونفو فطر دونك سيفغي هذه رو فلسفة كاملة متاع الصحة احنا عنا صندوق قومي دونك يقول صندوق فما فلوس متاعنا نحن يجب نعرفو كيفش نتصرفو فيهم كان واحد ساعات تانية نعتيك حاجة ساعات تجي ميوجك وجاء المعدة تحسابها اللطف الله لا يوريك شار المعدة يطلع جلتة قلبية رو اللطف دكو بانسور فما برشا حواجة وخاصة انت وإحنا طبط الاختصاص أخواتنا والأكاديميين أسادتنا وعلى المؤمية رو معناها الطريقة في الطب العام يجب تشوف المريض بكله وخاصة ان احنا رو احنا طبط الحوم وطبط البلايس ونفتخروا رو اللي احنا نعرفو العائلة ونعرفو امكانياتها ونعرفو تاريخها ونعرفو كل ديكم معلومات يحاونوك فما مرضى يزيد تعرفو دفاك تعرفو العائلة والأم والبوش عنده حتى الصغير شنو وتبع معاه حتى يجب يجيك مريض انت متعش اللي مثلا عنده شكون توفى في العائلة احنا فنعرفوهم احنا ونعرفو تقاها احنا تعرفو احنا كنا نوالدو تتخلق ثيقة احنا كنا نوالدو نوالدو اي كنا الميدسان جنريست دكو كنا نوالدو في الديار وفي العيادات ساعة يجيونا وفي المستهد ومن بعد نعملو ونعملو الشهادات بش يدخل للمكتب للروضة وللمكتب وكتاب ومن بعد يدخل الوقت ياخو الباك باش يمشي للفاكز بيجينا لنحنا ومن بعد كي باش يعرس يجينا لنحنا حتى الله ليوريك شر حتى الوفاة دونك فما توتي اني استغيك اللي التبيب العام اللي متخيز ويعرف كفيش يتصرف فيه تعرف في اوروبا طول ياخدو في طبتنا عليش عليش ما عادش عندهم خط اول المصروف واللي كبير برشا كما قلت انت ما عادش دي جنراليست خالج نعطيك حاجة تقريبا كل عام يخرج الف تبيب الف تبيب التونسي يخرجوا لأوروبا برا واضح المانيا فرنسا برنسي بالمان متوفم بلجيكيا الكندا والتحب روا مكسب كبير برشا روا وما عزيز فما مدام لنوهاو لنوهاو التونسي وبرغم هذي يا دكتور ما نلقاوش برشا طبب معتك يمشيوا مثلا الداخل في الجهد ما يلقاوش فاسي المعطبيب اللي معتها ينجموا عاديوا عليهم شوية طبها بالنسبة لعدد السكين لا والله موجود طب العامين موجودين موجودين في كامل تراب التونسية الخط الأول في كامل تراب التونسية المشكلة موجودة شوية في طب الأختصاص وقاعدين نلقاوه في حلول نرجع للمؤتمر أنا أعطيك قطلك خمسين أربعين جماعية طبية معنا القلب والرئتين والأمراض اللي تفعليك الجينيكولوجي الجينيكولوجي وكل هالتلاقح أعطاها حاجة مزيانة برشا خاصة عليش أحضرهم عليش يحضروا معاكم هو طب عام وعائلي معناتها طب الاختصاص شنو ينجم يزيد وإلا شنو ينجم يستفيد منكم ربي فضلك أعش ماش نفسلك المؤتمر بتاعنا الخاصية بتاعه أن يجاوب على أسألة تواجه الطبيب في الممارسة بتاعه اليومية إحنا نلموك الأسألة وأحنا حاضرين زيادة نحنا نمارسو وإخويتنا ونلمو نعملو ونبعثوها لك الاختصاص يجاوبونا ويحضروا ونعملو لهم معناها قاعة لهم هم بش يجاوبوا على كل الأسألة هذهكة للأطباء في الحاجيات متاحهم الخصوصية هذهكة ونعملو دي مستر كلاس توسنين البدرة معناها المستر كلاس معناها هو تكوين أبروفوندي في حاجة معينة كما سنة السمنة كما فمتني فيما التربية الجنسية الاسكسولوجية معناها ومعناها دونك هذوم خمسين وعنا خمسين عارض وخمسين دعم دي سبونسور وحاجة ما يسهل راه فمتني كل الصناعة الأدوية في تونس شركة معنا وعنا بنوك وعنا اللي يعملوا الماتيريال الميديكال اللي يعملوا الإيكوغرافية توزد مثلا ولد تجم تقول سي بيولغاريزي ولد تجم الطبيب العام كما السماعة يزم يستعملها مش بش يعمل فحص كامل راه أما بش تعاونه في التشخيص فمتل الله وزيد ومعنا معناها كما قلت لك العبادة دونما الكل وفما حاجة سنة اللي عملناها اللي هي ان بروميير ناسيونال وممكن حتى انتغ ناسيونال حاولنا باش نوعيه والطب ونحن ندخل في حكاية الدراسية تذي عملنا دراسة على دوريس كارديوفاسكولير شليميزة معناها نحسبه درجة الطبيبة ذاك يتعرض الأمراض في القلب والعروق معناها كما الجلطات وكما الحواج هذو ما فهمت مين جات الفكرة هذي علي والله الفكرة هي الفكرة هجبتها أنا وتبنيوها وتبنيتها خطر نرى شوف لله نعطيك حاجة اللي يعمل الفين طبيب حاضر واربعين جمعية طبيبية وخمسين ونسمي جمش يكون واحد وراه عنا فريق رائع متكامل الناس الكل تخدم راه وحتى يبدأ حاضر إذا فهم حاجة وكل واحد يجيب مبادرة وكل واحد جيب مبادرة لمستر كلا زادة هي مبادرة مع أخواتنا كما سي منذر وسي مروين حفصة اللي عمل على اللوبازيتي نجبنا الليتودة دي ولمينا تقريب مئتين وثلاثين ملفرة أو حاجة خارقة العادة وبعد إن شاء الله بشتخرج الدراسة بالتعاون مع كل وليتي الطب من بتاع السوسة ودكتور مو يقرأهم الدراسات بعد ما تكمل المؤتمرات متاعكم وينجموا يلقاوها هذوم يعني يتنشروا في المجليات الطبية ومشتصير أطروحها فهمة دي سيت نجمون نقرأوا عليهم وورا يتجم أطول نبعث لك للدراسة وقت اللي تحضر اما اختار فريقة اخذينا الإجزامبل من وقت أول ما بدنا نحكيه على اللوريس كارديوفسكولير وفهمة دراسة عديت قدامي على الأطب شدتني عندها تقريب 25 سنة وقت اللي جات الفرصة خذترها فرصة باية والدراسة عندها قيمة كبيرة يسر علمية وإن شاء الله معناها نساهم ونحن خذترشوف في فوق ينديناميك سونتيفيك يزم رأو شوف أول حاجة يزم المجتمع أنت تلا ومشاء الله عليك كواعية رأو يلزم التونسي يفهم أنه اللي عنده تبيب عائلة في الحومة متاعه ولا في السيتي متاعه رأو مكسب كبير رأو ما ووش نعطيك حاجة في كندا في كندا بيش تاخد تبيب عائلة ساعة تزم ثلاثة واربعة سنين وطول ما يعطيك تبيب عائلة لما تتزوج بيش تفهم بيش تقابل رأو حاجة كبيرة شوف يلزم يعطي كل واحد حق ورأو هذه المؤتمر قسم مؤتمرات هذي اللي فيه واحد من أحد النزل ما نحبش نسمي في الحمامات واللي احنا قاعدين نتوروه بشي واللي معناها والاجانس ذا اللي خدمت معنا رأو بورجيري رأو تعرفوا لله احنا عنا في المؤتمر ذا ثلاث أيام ثمانية وتلا فول معبين بالمحاضرين وهم ما بشي جيوا يحضروا للمؤتمر بشي يحضروا للمؤتمر دونكتساكري شكو ناس اللي تحدر هل لزيتودين زادا مدسين نجموا يعني فيك صحة والله ما شاء الله يكاي فما لزيتودين مدسين دو فامي وفما الطبائي الشبين اللي هما طبت العائلة شوف الخط الأول هو التواصل كما تونس كما ريت احنا رؤساء اللي هما اشخاص عاديين قاموا بمجهود يقضوا يقفوا يعطي اللي تونس كيف كيف زادا فما الريفورم اللي سارت فما طب العائلة اللي هما ولادنا واخويتنا الصغار وكلتا وقاعدين ياخدوا المشاعل التب العائلة هو التواصل هي رؤية رؤية متحذرة رؤية واقعية رؤية املائتها املائت خارجية ما نعني خطرت وفما اصلاحات في المنظمة العالمية للصحة على الرؤية متاع الخط الأول كيف وما يعمل قرين أكثر دا قاعدين لو احنا تعرف المواكبة ومن سور هذي هو هو المواكبة اللاسيب لامتاعنا هي اي تبيب يمارس في تونس عمل ويزدي في خدمة للمريض دونك مهما كانت مهما كان عمره مهما كانت المنطقة اللي هو فيها مهما كان السكتور اللي يخدم فيه خطرت طب العام وطب ولا يعرف دي معناها كان في الخاص ولا في العام خطرته برشة برشة مؤتمرات يصير اخصاء يا هذا يا هذا حتى من الاسم يوحي من الاسم يوحي والبيرو احنا توفيه إذا هال يفهم ستة ستة من على أربعتاش ستة على أربعتاش فراتيك من سنفان بوكسان لا ستة من القطاع العام من القطاع العام معناها الطبية يخدموا في الساحة العمومية قطاع العام والأخرين الباقي اختصاص معناها لا لا هو الرؤية هي أنه مشواليو الطبية لكلهم أخصائيين في طب العام ولا في طب العائلة أما لا احنا نتواصلوا معهم ونخدموا معهم لكن جامعيتنا مقصورة على الكونسي صحيح الكونسي 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 الكلهم فيهم طب الاختصاص دكتور هشام المؤتمر المؤتمرات هذه التي قاعدت تعملها الجماعية التونسية لطب العام والعائلة تنجمش تحسس للمشاركين الأطباء الشبين بالفالور وتخليهم يبطلوا الخروج لبرة ويقعدوا هنا في تونس برسكسي ولا تحسوا أكثر قيمتهم ولا تفهمت ولا عندهم درجة وعي أكبر وهذا أحد الأهداف هو لو شوف كمش نخوض أعطيك حاجة لله وأنا ديما نقولها نرجع الطبيب العام في تونس نحبش نقول كلمة ماستع شوية مي ماهوش وياخذ بلاست وباش ماقولش فما نيش يقول لك عليش ماكملش قراية وسبيساليتين محكورة مهم جدا طبيب العائل راهو مهم صيفة كبيرة برشا فما برشا شباب تلمون يشوفوا الوضع هذي شوف لله راهو طوه في المستشفيات راهو برشا اعتداءات تصير على الطبيب قاعدة تتحسن راهو هو يزم نوعيه التونسي قبل كل شي راهو بالأهمية متعلولي دات متاعنا هذو ما راهو نقول لك حاجة راهو فما تهديد كان بشوخرج ونسي كل باش أنا وانتي نحر نتخل نتخل تبيب نتخل نتخل هذو ما راهو برشا نسي قاعدين يشوهوا في سمعة تبيب في حبو الفلوس في خارجين على خاتر الفلوس في خسرنا عليهم اختروا الدولة خاتر مرقاش سامحوني في الكلمة سامحوني في الكلمة مرقاش قدروكم يسدوا في بلاده سينان ما يخلي هذو وحد ما يحبي يخلي بلاده دكتور هشيم وفي الوقت بركب شنقول مدام اما جز كلمة خيته في زافي سيعيش التبيب راهو التبيب هي قصة نجاح هي لليت دمبي وخسارته خسارة كبيرة برشا اللي هم مش قايمينها انا شنقول نحنا في خدمة البلاد العزيزة الغالية هذي كونتنا كما كونوا برشا كما الكوارجية كما المساجين اللي في المساجين كلنا صرفوا علي اما راهو احنا كونونا والدينا اللي هم قطعة من هالبلاد هذه واللي هو احسن انكراج احسن ارتباط ما بين التبيب هو والدي تنكروا هذوما التبالي قاعدين يخرجوا وقاعدين يخسروا اكل انتماء هذيك يفوق يزينا النميوة ما هوش كين في الوسرا وين نقول هالك راهو التبيب التونسي قاعدين برشا قاعدين مضحين وضحينة وكل ما اللي تجمعنا هي تحية تونس اما معنتها نقول لك اللي فما طب ولا ان دي غي دي ستاخ زادا احنا فما طبتنا عن طب عن اسامي كبيرة ما شاء الله في الطب العائلي يمشيوا لهم راهو وعلى خاطة برك الله عليهم وماشاء الله عليهم والخبرة وحتى الظحك حتى الاستقبال ان دي غي ما مغضل الفامي معتنة يقول لك شنح وينك يجي نشوفك شنو اليوجع فيك ويبدأ يفادلك معاك ويعفتوت الفامي يا سيدي يعطيك الصحة مرسي بكو الله يفضلك وبرك الله فيك ومشاء الله عليك مرسي بكو مرسي بكو مرسي فيني معا لحظورك بحثينا نتعدي ونحن لنجاحات تونسية وراجعين تفضلوا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة نجاحات تونسية نحكي اليوم على تقلق الدكتور الشاب التونسي والباحث في علم الوراثة الجزائية وعلم الجينوم حمدي مبارك وإحرازه على منحة أمستردام لأبحاث الإنجاب والتطور المفتوحة عن مشروعه البحثي حول استجابة المبيض للهرمون منشط الحوصلة والولادة الحية في التلقيح المجهري لأطفال الأنبيب وقد تم الإعلان عن هذه المنحة في ندوة أمستردام السنوية لأبحاث الإنجاب والتطور للباحثين والعلماء الموهوبين العاملين في المراكز الصحية الطبية بجمعة أمستردام تحفيزا ومكافأة له على بحثه العلمي الخاص بإمكانية معالجة أسباب العقم الوراثية والبيولوجية لدى المرأة ويعتبر هذا البحث متابعة للأعمال البحثية السابقة في علم وراثة التوأم والخصوبة عندما حدد لأول مرة اثنين من الجينيك FSHB وSMD3 ترتبط بتأثيرات كبيرة على التوأمة والخصوصية لدى النساء وستساعد المنح البحثية وستساعد المنح البحثية والتتويج العالمي هذا على مواصلة الأبحاث العلمية والتعمق أكثر في العديد من المسائل الإنجابية والعمل على عينات جديدة بالتعاون مع مخبر هولندي ومخبر أمريكي فكرة هذا البحث هي عبارة عن دراسة أولا تبحث عن متغيرات جينية بهدف إيجاد طرق جديدة مما يتيح فرص لعلاج العقم المرتبط أساسا بالإباضة والشيخوخة ومدى تنظيم استجابة المبيض وعدم كفاية المبيض الأساسي والمعالجة الهرمونية الدقيقة في التلقيح المجهري والإنجاب بطريقة أطفال الأنبيب وللإشارة فإن الدكتور الشاب حمدي مبارك يقود فريق تعاون بحثي دولي لدراسة وراثة التوأم والخصوبة وكذلك الوزن عند الولادة وتم اختيار ورقة البحثية لجنات التوأم من بين أفضل الأبحاث الوراثية الرائدة التي نشرت في المجلة الأمريكية للوراثة البشرية ومن بين أهم أبحاث المنشورة هي وراثة الوزن عند الولادة والمخاطر على الصحة شكراً للمشورة غايدة بن سعد ووسيما كارد هما زوز طلبة جايين بيش يحكيو لنا على المنتدى 25 مدرسة العلية الاتصالات بتونس أهلا وسهلا ومرحبا بيكم لولاد عسليما شباح ويلكم سوا الحمد لله نتعرف عليكم عندما معك غايدة محل اسمك ساعة عيشك عسليما شكراً للاستضافة أنا عارف بروحي أنا غايدة بن سعد طلبة سنة أولى هنسا في المدرسة العلية المواصلية بتونس مابخ كوميتين ميديا تيم سيبكوم موجودين بحديكم اليوم بيش نحكيو لكم مع الدورة 25 للفوروم اللي بيشيكون إن شاء الله نهار 13 نوفمبر في القطبة التكنولوجية بالغازالة اكزاكتما في سيبكوم وسيمة أهلا وسهلا مرحبا أنا وسيمة طالب هنسا سنة أولى في سيبكوم وأصلي منذ أين جيت اليوم كما قالت غايدة عايشك جيت اليوم كما قالت غايدة بش نعرفكم أكثر على الفوروم هاي يمجيوا وعرفوني على الفوروم شو هو الفوروم الفوروم هي تظاهرة سنوية تصير كل عام في سيبكوم نختاروا كل عام موضوع معين ونحكيه عليها أكثر نجيبه أخصائيين في المجالات المتعلقة بالموضوع هذا وهما يفسروننا أكثر وأكيدة خاصة المهانسين بتباعي صحيح المجالات تابعة على المهانسين كما الذكاء الاصطناعي والأمن السيبيراني الفوروم تقوم بتقسم دي بارتي معناها بش يكون فهمة دي كونفيرانس اسنين الفوروم علشان بش يحكي على اسنين هو الفوروم اسنين اسمه إكس أوبس سبيس فوروم شكوني حكي على لزوبراشيون بالانجلي اللي هما العمليات بالعربية مرسي شكرا على الدفينيسون على سينونيم نحكيه على البروغرام هو إسانسيالما ديفيزي ان دي بارتي جرنة تبدا سبعة ونوص متاع السباح نهائر واحدة نهائر واحدة ثمانية ونوص عن الموضوع بحضور السيد وزير التكنولوجيا والاتصالات الموضوع اللي قال عليه أسامة بش يكونوا معنا حاضرين أخصائيين وخبراء في المجالات الديفلوبمان الماشين ليرننج والسيكوريتي بش يحكونا في الجانب النظري بش تكون فهمة زادة من بعد في الفترة المسائية نتعدى أكثر للجانب التطبيقي نحاولوا اللي تعلمناه الصباح نطبقوه بش العشية بهذه الحاجات اللي بش يتعلموها للي بش يحضروا في الإفنمان متاعكم هذية أما ستنمان بش يتم بين المحاضرين وبين اللي عندهم دي انترپيز وبين الناس اللي تلاوج في دي فرماشن وفي الناس اللي تلاوج في لستاج نس با نس بغلال مع اللي بش يصيروا الندوات والي واركشوب العشية بش يكونوا حاضرين معنا لزوان تخبخيز في الهول متاع سبكم أتخافر دستان دوك أي واحد يلوج على فرص عمل تربوسات جيبوا سيفيات منتاو يجمع نهار 13 نوفمبر أبارتير من سبعة ونص بتاع سباح بي هده 25 ام اديسيون أكيد معناتها فموحي دخلين اللي تعدين وقاعدين تشوفوا شنوة اللي نجح فيها شنوة اللي مشيش شنوة اللي ما مشيش اللي زاتانت متاع لجن كيفش انتو ما تحاولوا انكم تجيوبوا عليها كيفش تختاروا التيمة في كل عام حسب شنوة حسب العاصر متاعنا كل عام كما نراو كل مرة يجي مجال جديد دومين جديد كما نراو الانتليجنس ارتيفيسيال نراو الشات جي بي تي معناتها ضرب ديرنيير مو احنا قررنا شعمل ضرب ديرنيير مو معناتها شغرب لا ضرب معناتها ولا مشهور اكثر اوكي واضح ايه نقاط مخام ضرب ولا ضرب وشنوة اللي صار فيه برسمي ولينا معناتها اكثرية العبيد معناتها يستعملوا كينشات جي بي تي في برشا حاجات هذاك عليش قررنا انتماتيك سناب تكون الانتليجنس ارتيفيسيال والسايبر سيكوريتي معاها زادة الديفلوب مو وشنوة اللي لميت متاحة باع اكزامبل وشنوة اللي معناتها وفاماش منظر الحقيقة باشنا تناولوا الحقيقة الحقيقة باشنا تناولوا الحاجة البوزيتيف متاع الحاجات هذو باش نحكيو عليهم أكثر مع الخصائيين اللي باش نجيبوه باش نفهمو أكثر الكنسيبت متاع المجالات هذو اللي مربوطين بالأوبرايشن كما قلت لك بك باش نضيف حاجة على كلام وسامة هو سنا أكثر باش ركزوا على piano جديدة دوك بل كانού لازن 特ع دى دied د د الد د طيب الانجينيور كي يعمل مشروع يقعد يستنى يعديه للدبارتمان لاخر تصير الفاليداتيان باش نشوفه اس كو فيزابل في الواقع وإلا لي دونك البروستيسيوس هذا طويل ويضيعنا ننص الموقت ميزادة يخسرنا في برشة فلوس دون انتغي انو احنا نتعديه للعمليات تولي عنا ايكيب واحدة تخدم المنتج دو اجس كزيد دونك الفيزابلتة المصدقية متاع المنتج عند الحريفة تزيد نربحه في الوقت وزادة نربحه في الفلوس دو احنا بش نحاول انواريو الانتري متاع النسيان جديدة هذية شكون هم اللي زيتوديون المعنيين بالامر الفوروم متاعنا محلول للناس الكل اي طالب في تونس مش لازم معتها طالب هندسة كهو اي طالب من اي جامعة تونسية نجم يجي ويحضر معنا اذا كان هو انتري سي معتها بالتيماتيك متاعنا ونجم زادة يلقى كي ما قالت غايدة فورس عمل فورس بي افو برسمة حضروا لسيفي متاعكم مرحبا بكم بحضين كيفاش تقيسوا نجاعة المؤتمر هو يكونوا حاضرين معنا سبيكرز يجيونا عنا سبيكرز جاينا سبيسيال موم البره كيف كيف خبراء في الدومين دونك النجاعة تتقاس بالفيدباك متاع والفرص اللي يلقاوها من اللي يزور تقيس الحاضرين معنا بش انا ديما نبني مؤتمر صحيح وتكون ديما نحاول وخليه يتواصل معنا في النجاح متاع كي ما اللي قبلوا مثلا تعديو ونزيد نحسن سختان ما بش نغذر في الحاجات اللي اللي ممشيوش مليح في الاقديم شو ما الحاجات اللي تحسوهم النقاقس اللي انتو ما حاولتو ترقاولهم دي سوليوسيان دونك سنتي انا فيزي اكثر دي دي زنتربريز معنا وحاولنا انو خسب التيماتيك نختارو لي زنتربريز اللي بش يكونوا حاضرين معنا بش اي اتيديان يلاويش سيوي في استاج ولا اوفخ دامبلواء وكلا بي افو يشوف ل الزنتربريز اللي بشكونوا حاضرين معنا دونك اه يدابتي التيماتيك اللي بش نحكيو فيها وسما ديما يجيو بحضين الى هنا يبدوا يحكيوون عندنا مؤتمر، عندنا إفنمو، عندنا تظاهر، عندنا درشنو نسمعوك أما أحكينا توى عايشنا شوية الجو متاع التحذيرات متاعكم للمؤتمر هذية وانتو ما مزلتوا في سنة أولى ما زلناك يدخلنا حطينا ساقينا في الفاكولتين معا قراريتنا معا حاجة كيف ما هيك لا تتخذش منكم باشا وقت عايشنا معا كل لحظة نحن ساعة أول ما ملي معتنا نجحنا نحن ملي نجحنا في الكونكور متاع البيباراتور نحن ملي نجحنا معا كل شيء عرفنا رواحنا مين بش نقرأه في السيبكوم من وقتها لقينا الإحاطة متاع الكلوب اللي هو تيم سيبكوم اللي هما معانتها لاهين لكثارية شان اخي أوتوماتيكما انتو ما تدخلو لسيبكوم تلقاوا رواح كما دخل في كلوب لا لا ريت الكلوب هذية هو البيت متاعه انه ينتجري جماعة البريميرانية اللي يجيو جدد وينظم الفورام هذي وزادة عنده وتاش اخرى اللي هو يعمل ينظم الوياج دي تود متاع جماعة الدوزيامانية في سيبكوم فهما في وياج دي تود مخصص لجماعة الدوزيام يخرجوا لبرا معانتها يقابلوا دي زنتروبريز اخرين ويعرفوا الدنيا اكثر كما قلت لك من اللي نجحنا في الكونكور معانتها لقينا ذوما جماعة تيم سيبكوم هما لاهين بينا وهما يحكيونا اكثر على الفورام هذي كل اللي عجبتنا معانتها الفارزة كل شيء ودخلنا معهم في الجو حبينا احنا زادة السنين عاونهم اكثر مش الناس اللي قلت تدخل في الجو انتو معانتكم حاجة سبيسيال خليتكم تدخلو معانتها في هيئة التنظيم متاع متاع الافنمان شنو الزايد اللي برابط لصحيباتكم هكا حاسيتو روحكم عندكم كنفانس اكثر في روحكم برابطه وايلا شنو اللي والالحاجة اللي حاسيتو عندكم سمحت لكم لي كومنتو ما مش تكونوا معانتها في ديمانبر وما ما سمحتش الاصحاب والله هما 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 ما سيش كله مجمو جيوب علي يزوز معانتها هو بخاتيكم ليزيكو ديوام تاع البخميراني لكلهم يدخلو في ديمانبر في التيم في البيرو معانتها ياسر هما اللي عارفون اكثر على في وسط السيب كوم وأي واحد نتصور يلقى الحاجة اللي يحب فهما سنك كوميته فهما اير بي سبونسو ديزاين ميديا ولوجيستيك اي واحد يلقى الحاجة انت ذا نتا ميديانج اي واحد اي واحد شلقى الانتغام تاعه في كوميته معينة عرفت الكلوبة زي مثلا تدخل في فاك جديدة تبقى تلاوج معتها مزلت مكشفين اضم من اول نهار اعرفت احاتي بين الناس الكل وعاونونا على الاخر وبرأس مياتي مساحة لكم باي انتي الاسبريانس شنو زادتك تاودي ما نحكيو احنا على الناس اللي بشي دي تحضر شنو بشي استفادو انتو ما شنو زادتكم من الفورم ولا من الكلوب من الكلوب وبعد يكتر نحكيو على الفورم هاو اول مرة الكلوب من اللي بدا العام يعملونا دي ووركشوف يعلمونا اكثر حاجة مثلا احنا كوميته ميديا انا وغايدا علمونا كيفاش نعملو تصاور نصاورو بالكاميرا ما تبقو فما زادت ووركشوف نتاع ديزاين يعلموهم كيفية عملو ديزاين وبرشة دي ووركشوف يعلمونا برش حاجات مش جوز ننظموا معهم الفورم وكهم بعد يوفا كل شيء نتعلمو زادت احنا حاجات لنا احنا ليكم انتو مزيادة اي غايدا اشتعلمت؟ والله اعملنا ووركشوف فوتوغرافي تعلمنا اكثر كيفاش هكا احنا حاضرين بحديكم اليوم كيفاش تحكي هكا قدام العباد كولت بيتشي نافع ما شاء الله بركاته نافع بي اسما قبل كي نبدأو بشنلانسي وان افنمام من الول لازمنا نتعبو باشا وندقو عالبيبين ويجي وراهوي فستنيغ من هاك الوقت لهك الوقت وبربي حاولوا تكونوا حاضرين بحدينا واذا بينا باشا نتخبخيز بوغوار بلوس دو فالور وكريديبليتي في عينين المشاركين سنة في الدورة 25 نقص هكا التعب بذيك تحسوا مع توليو يجي وحدهم الشركات وعندهم قيمتهم تحسوا هم يجي وحدهم ولا انتو ما زلتوا تدقوا عالبيبين ريتم الفيدباك متاع الفوروم ولو ديجا لزنتربيز معنا عندهم فكرة به على شنه ينجم يسير وعلى الكفاءة اللي عنا معناها في الفوروم هذي ولنا معتهم فاما ديزنتربيز أصلا ولنا في شراكة معهم ولو ينجموا كل عام ينجموا يجيونا معنا نتعبوش باش نعيطوا لهم باش يجيوا بحذين وفهمها ديزنتربيز جدد نجموا نحكيوا معهم وكي نعطيوهم معتها شنه يصار قبل يراولي هي حاجة باية على الأخر ومرحبا بيهم مرحبا بيهم انتو ما سيسير قدتلك ديما بتعملوا طالة على اللي سبق شنه اللي صار فيه هذي تدون اللي حاضروا في اللعوام السابقة وين وصلوا شنه اللي صار فاما فاما تبعوهم لي تاخذوا عليهم أخبار لي شنه يصير هو حسب الفيدباك متاحهم اكيد نعرفوا فاما برشة فورس سيواء الاترانجي والزيدة في تونس اللي زنتربيز يعطيهم لابورتونيتي زيدة ديستاج ديتي فاما هكا كالك فيدباك ديزان لبرة حتى في تونس حسنا وقتيش تتأكلونا بالأيامات وقتيش بشيصير الفوروم بشيصير بالنهار مش أيامات نديم في مخيه أيامات الفوروم بشيصير لتريز نوفمبر الي هو نهار الاربعة الجمعة جاي في السبكوم في القطب التكنولوجي بالغزة من وقتيش الوقتيش السباح من السبعة ونص نص نطع السباح يبدأ تشاكين ويوفى الإفنمان كل العربعان تعالى شايد فاما يكلف الاحكاة سيكون نهار مزيئ مبرشة برسمي فاما بشيكون كما قلت لك دي كنفيرانس ورا الشيط عمل بشيكون نهار محلولين الكل متاع الانتروبريز نجم في أي وقت معتها تتحكي مع انتروبريز تكون ان كونتاكت ديريكت معهم وعليش لي ما يعيطوا لكش في أقرب وقت بشتلقى فرصة متعبئة فيه بشيكون فاما دي برشة فاما دي بوز كافي فاما فطور مزيئ برشة ومرحبا بكم يجيو متخمو على حتى شي شكرا لكم بحثينا وغايدة بن سعد طالبين في المدرسة العالية الاتصالات فيتونس شكرا للمواصلات المواصلات دي ما عندي مشكلة في بلي الليبوس قولي شكرا لغايدة دونك مرحبا بكم بحثينا غافو يا تيكسا هقول لكم تعالي ما شاء الله لغايدة نشوفوا سبوت هذية وراجعينا هاتفظ رجعنا لكم من جديد رجعنا الجو المسابقات الكاش والفلوس اللي ما توفاش لتخمم ولا تحتار مع الوطنية ثمين كل أسبوع تربح ألف دينار السؤال شنو أسامي أولاد أسبوعي وعزا واحد عمران وصابرة أثنين عمران وصابرة جاوب على السؤال وعزز فرصتك في الربح أنا قاعد رايز هو نقص بجانب الزاج أبعث سي على الرقم خانسة وثمانين ثمانية وتسعين وكون الفائز في هذه المسابقة الأسبوعية سعر الإرسلية دينار واربعمائة واربعين مليون نحن مالا فقط لغير 10 ملايين كاملين لبش نحيوا منهم لبش نقصوا لهم يحسنون كاملين عشر ملايين دونك نتعرف علي كهلا وسهلا حسين مرحبا بيك حسين عريبي مسادي بوزيت أولاد حفوز نورت مسادي تعليم ثانوي حمد ولا شاركت في المسابقة وأمنت بحذوذي والحمد لله يعني تحلفني الحظ حمد ولا يا رب يعني ربحنا شو أنت شفت المسابقة وقلت يعني بش نبدأ نجاوب ومصدق اللي أنت بش تربح أكيد لكل حدود ولكن يعني كان عندي أمل إني بش نربح ودي جادي من شارك يعني في برشة مسابقات فحلفني الحظ يعني في المسابقة هذي دكو نشكركم يعني على هذه المسابقة يعيشك أما جزء خلي نفسروا للمشاركين معتها قعد ديش من أسمايس قعد تبعث وفي شو ما الأوقات بلكش يا أخويا فما وقت يخطفي نربح هي لكل حدود لكن تقريبنا كبعت برشة يعني الحق من ذكر شما يعني عملنا عشرين أسمايس بأعجزام قدر أكثر أكثر من ثلاثين تقريبا أكثر من ثلاثين وحامده لحلفنا الحظ أعطيني الوقت وقت يشتشارك بالضبط أنت هو أخطيش تبعث الأسمايس يعني السباح في أي وقت الحق دوني لقى فرصة نبعث أما حسما نذكر يعني أكثر من ثلاثين مساج تقريبا يوصلوا حتى أكلة ربعية تقريب وحامده لحلفنا الحظ أكثر من ثلاثين مساج تقريبا أنتو مزيدة كيف كيف تابعوا الوطني أثنين بيانسور فأباشا حاجات موفيدة ومنها زيدة إنا نربحوا شيكات كيف معاك إن شاء الله مبروك عليك يا عايشك مزيد بالشارك معنا مرة أخرى إن شاء الله قلت ربي دونك جوز انبيت أنتو مزيدة إنكم اتشاركو يسيدي مبروك عليك ويعتيكا الصحة على حضورك بحدينا مرسي بكو على متبعتكم لينا بوسكم باشا باي چاو اشتركوا في القناة